انا لسه هقولك هل المخرج بتاع الفار ممكن بيجيبش حالات انت لا بص بص كواسك قلت الحياتة دي اولا قلنا نقول حاجة عشان نبرق الامور مخرج التلفزيون ملوش اي سلطة على عربية الفار اه بس حطت المعفوض يوزع الكاميرات في كل حياتة ما خلاص الكاميرات بيحصل التجربة الاول حكم الفار يروح شوف الكاميرا اللي هنا واللي هنا واللي هنا موجودين وشغلين عندي جوه هو ما يقدرش يعمل حاجة هو اللي معا اوبريتور مخرج تاني جوه ايه اللي هو اللي على حاجات اللايف دي اه اللي هي الحاجات بقى هو بيشوف يقوله جبلي اللقطة دي عدالي من هنا طب عيدلي من ناحا التانية دي كده ويشوف الحاجات دي كلها بس الواضح ان الكاميرات مش محطوطة كمان مصبوط مفيش حاجة بتيجي من ورا الجول صح لا هي بص بقى عدد الكاميرات طب واشمعنا في الماتشات الدولية بيبقى فيها 24 كدر وقم مدى اللي انا عايز اقول لجانب خلي بالك برضو من شروط يعني المسابقة ومدى تكافؤ الفرص لكابتن مصطفى المباراة التي تزاعة تلفزيون وفيها تقنية الفيديو يكون عدد الكاميرات متساوب جميع المباراة طيب موادى اللي هم الموجودين ما بيتعملش مين اللي بيقصر فيه بقى هل التلفزيون لين ما عندوش اللي يقدر يغطي انت عددك ترت ما تشاهد في اليوم حاجات دي كله ما هو من العالم كله كده هو ما هو من ده اللي انا عايز اقوله بقى احنا لابد ان النهاردة الراعي اللي بيشتري والحاجات دي كلها لازم يقفوا عنده موقف ازاي بقى بيتغطى بقى بافضل تقنية تصوير الى جانب لابد من يعملوا التقنية بتاعت الفيديو لابد انها تستعدس والعربية تبقى لازم يحدسوها بشكل اكبر ما هو انت لما يا سؤال انت بتتفرج مساء عالدور السعودي حاجة مفيش عساب مفيش بتشوف الاعادات طبعا من كل جنب حاولك على حاجة مباراة مازنبي والاهل اه لمست اليد اللي هي جات هدف وتلاغت ايوة انت شفت الحاكم لما خرج هنا شروط بقى الاتحاد الافريقي دي الكاميرات والحاجات دي كلها شفت الحاكم لما خرج حاكم الفر اه ورى له جميع الزوايا مصبوط في تلامس لليد طب ما هو يابقى ازاي فيه الامكانية هيبقى عندك الكاميرات او مش كل الماتشات دي هي دي المشكلة هي دي المشكلة حتى الماتشات المهمة وليه ازم فرق صغيرة في الهبوط والنزول هو ده يعني عارف يا كابت المصطفى ما انا بقولك يعني احنا المشكلة ان احنا بنجيب حاجة تبضل هي لا احنا لازم نبقى في لازم نطور ليه لان ده فايدة ليك طيب هل ممكن الفار المسؤول عن الفار لازم يكون لعيب ولا يكون درس القانون كويس قوي لا لازم يكون حاكم حاكم ها حما ليه الفار ده حاكم انت عارف ان وبسن معين ما انا جايلك انت عارف ان حاكم الفيديو يمكن حاكم او حاكم سابق او خبير تحكيمي ها الخبير تحكيمي حاكم سابق طبعا ممكن يستفدوا منكم بالزبط كده يستفدوا من كل واحد ممكن بس يعني عايز اقول ان مش هادة فيش احنا يعني عايزين الحكام هاي اللي تبقى عايز نحن انا مبقصش على كده انما ممكن يبقى ليكوا رأي انتم كمان طبعا اه يعني في الاختيار في ان ازاي نسقف الحكام في قص تحليل الصورة ده اهم حاجة كابتون مصطف المسؤول عن الفار ممكن يدبس الحكم يعني في احد المباريات قال له تعالى شوف فيه ضرب الجزاء وراح شافها واضحة جدا وما حسبهاش ده انت ده معناها ايه طبقا للقانون طبقا للقانون القرار الاول والاخير للحكم للحكم خلاص الفار بيقدم النصيحة اه بس وبيقدم له البستند الواضح ممكن يدبسه لا ما يدبسوش او يحرجو لا هو بيجيب له اصلا مش هيجيبه الا صورة واضحة قدامه ما يدرج نعم يعني خلي بالك حكم الفيديو من شروطك ان انت ما تجيبش الحكم الا الشيء واضح قدامك اشتركوا في القناة